سنة 1969 تواسع الدورة الأولى كانت سنة 1973 كان من الأوائل الذين غرسوا بذارا طيبة وزرعا نافعا من الذين رافقتهم وكان لهم الزرع المثمر فمع الأفواج الأولى التي تخرج عبر عشرات السنية كان لهم الثمر والعلم والأخلاق ورعاية الطلاب وتطويره للعمل والحياة المستقبلة فالمرحوم له أيامي في مدرس السخنين الثانوية وفي مدارس أخرى ثانوية وفي الجامعات وعمل في حقل التعليم الذي هو يعتبر من أنجع ومن أفيد المزرعات اللي بخلاقها الإنسان أو اللي بترافق حياته أو من أعماله فالحمد لله له الرحمة قام بالواجب نأمل من الله أن يتغمده برحمته وأن يرحمه بكل عمل طيب قام به في خلال عمره المديد الذي عاشه ونأمل لمن خلفه من إخوانه وأولاده فهي البلد كل خير وكل مرحيم وإنا لله وإنا إليه لكن الصحيح أبو أستاذ حنى عزيز عليه أنا أنهيت الثاني عشر بسنة الخمس سبعين وفي ثانوية سخنين والأستاذ حنى أعلمنا بثلاث السبعين حتى الخمس سبعين السبع يسمى الدوفير عريا نعم أتكلم اسم البلدين أعلمنا بالحادي عشر وبالثاني عشر الصيد الساب حنى أجعلنا مرياضيات لمن كان ما في معلم رياضيات بسخنين وأدى رسالة كبيرة يعني إذا كان تعزي فتعزي في عمله أنه دخل كل بيت أعرف في كفرياسيف وفي الناصر وفي سخنين وفي كل مكان معروف أنه مشكلة كبيرة عند الطلاب العرب الرياضيات والإنجليزي وموضيع ثانية حببنا من الموضوع قربنا من الموضوع وأذكر بذيك السنة الـ 75 أنه فوش كبير لحصل على العامات التسعة وعشرة بالرياضيات لليوم معجزة معلمة هي الطلاب لعالمة عشرة أو تسعة وإحنا بفضله وصلنا للجامعة وتعلمنا بالثمان من ناحية مهالية وبذكر بالـ 78 عمل برنامج بتانوية سخنين اللي اليوم ياريك مدارس اليوم يعملوه لبروة المجموعة قال أنا عندي خطة عمل كيف أربعين معلم كنا بالـ 78 سخنين اليوم يتم معلم كيف يبلور المجموعة تشتل مع بعض تتناغم مع بعض تتقرب من بعض تتناسح مع بعض وأذكروا أنه كل آخر شهر كان عنا نشاط اجتماعي وحتى يعني كنا أول مبارح في ثلاثة أيام جبنا سويته بالخير كان عنا مدير الجيش الثانوي الاستدمرون واجبنا تخير التزامن يعني أستاذ حنى كيب الـ 78 اشتغل قبل أكثر بثين سنة على أنه يبلور مجموعة ويقرب المجموعة عن بعض وبنفس الوقت تكون مجموعة متناسقة تحب بعض تتعاون مع بعض بأول خصص بهذا النوعي الخاص بالعلم وهي رسالة محمولة منطولة إلى الأبناء لا زالت صورة أبو شادي في عيون طلاب الذين كانوا ينتظرونه ويرونه على على الصبورة فالشخصية أبو شادي مصورة بعيون طلاب وعيون أهل فلت وآهل سخنين لأنه رجل عداد رجل ظاهر له مميزات ليس رجل عادي أقول يا أية هالنفس المقمعن ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وطولي جنتي هذه رسالة حمدها قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من يجل لا في دياني ولا في دياني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريا أشرف خلق الله الذين يعملون برسالة التعليم وحمدها بشرف وأداها بشرف وأخذ ثمانيته ولا زال حيا موجود في هذا المجود ترجمة نانسي قنقر